ستمائة ألف معلم ومعلمة يتحصلون على زيادة في مرتباتهم حسب ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة في قرارات وكلمات متتالية عن عزمه البدء في تطبيق هذه القوانين والزيادات والعلوات كما اعتمد رئيس الحكومة قرارا ينص على زيادة للحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين بحيث تصبح تسعمائة دينار بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يوما وطنيا له مضيفا بأن ما يزيد عن ثلاثمائة ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون مرتبات تقل عن أربعمائة وخمسين دينارا وأن هذا الأمر غير مقبول المحلل الاقتصادي مختار جديد وفي تصريح للأحرار قال إن على الحكومة أن تتفق دون أن يتجاوز الإنفاق إراداتها النفطية والسيادية مشيرا إلى ارتفاع الدولار في السنوات المقبلة إذا تم تمويل الميزانية بالعجز موضحا أنه في حال أنفقت الحكومة بدون عجز في الميزانية الأمر الذي سيسهم في عدم انخفاض الدولار دون الأربعة دنانير ويبقى على ما هو عليه مجموعة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حذروا من خطر زيادة المخصص للمرتبات وأكدوا أن تطبيق هذه القرارات سيضاعف المخصصات إلى قرابة ستين مليار دينار والذي يعتبر مبلغا ضخما جدا يصرف على بند واحد في ميزانية الدولة التي تحمل ثلاثة بنود أخرى مرهقة كالدعم الذي يتطلب مبلغ عشرين مليار دينار على اعتبار أن الدولة تدعم الوقود والدواء والبند التسييري الذي يحتاج إلى مخصصات مماثلة ويمثل قطاع المعلمين أكبر الشرائح العاملات في ليبيا قرابة الخمسة والعشرين في المائة من إجمالي العاملين في الدولة وطمنت بيبيا العاملين في باقي القطاعات بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملون بقطاعي الصحة والداخلية مؤكدا أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة هي مسئولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة قرارات زيادة المرتبات فضلا عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لقيت موجة من التنديدات من قبل مجموعة من الخبراء المحليين حيث لم تراعي الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني ومدى مرونته لتحمل هذه الزيادات التي جاءت مع قروض ومنح أعطيت للشباب وقرارات أخرى كصرف علاوة الأبناء والأسرة وغيرها سياسة الصرف هذه وإن كانت ملحة وتلقى قبولا من المواطن البسيط في المقابل لم تلقى ترحيبا من فئة الخبراء بسبب اعتماد ليبيا على مصدر واحد للدخل الألى وهو النفط ونظام الاقتصاد الريعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر